فرحب بي كابتن ايمن وبرحب جمان بضيوفك الكرام ضيوف طبعا يعني الاستوديو التحليلي الف مبروك الف مبروك لجماهير النادي الاهلي الفوز طبعا 3 صف الحقيقة يعني مباراة اكثر من رائعة خليه بقى يعني ناخد رأي كده الاعضاء الموجودين النهاردة في النادي الاهلي فارع ندينة نصر كلمني اكثر عايز اعرف من حضرتك رأيك النهاردة في المباراة والله العزيم احنا النهاردة في كمة السعادة وانا كنت متوقع وقلت للسيد محمود بيحزين ان الاهلي هيكسب النهاردة اكتر من التمسألية وده مالك ابني قال لي لو جيت النادي معاك النهاردة الاهلي هيكسب 3 قول بقى انت اهلاوة ولا ايه انا اهلاوة شايف من يستحق النهاردة في المباراة يكون رجل المباراة طبعا حمد فتحي وبعديد يانج هي متقسمة بس اول حاجة حمد فتحي وانا شايف ان العيب من فريرة اني طلع المسلوسي وده اكبر غلط انا قلت اول ما المسلوسي يطلع خلاص احنا كسبنا كده اصلا شكرا كلمني بقى اي رأيك في اداء النهاردة النادي الاهلي قدام زماني كان بيلعب بتردفعية جدا لكن الشيطي التاني لما حمد فتح بدأ يتقدمه قدام لا السنانات معه قدام ومفروض هو رجل المباراة كابتل ايمان يعني زي ما انت شايف طبعا دي فرحة الجماهير موجودة هنا في النادي الاهلي فارع مدينة نصر بشكركم وعودة لي كابتل ايمان مرة ثانية